موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها النظام الغزائي النباتي هل هو ضرورة صحية أم مجرد نمط حياة واختيار شخصي أم أنه تطرف غذائي متابعين على مواقع التواصل هل جردتم يوماً اللجوء للنظام النباتي في تناول الأطعمة وبرأيكم هل هو شكل من أشكال اللايف ستايل أم هو ضرورة صحية أرسلوا لنا الأسئلة والاستفسارات حول هذا النظام الغذائي لنجيبكم عليها في ساعة صباح وذلك عبر صفحتها الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر فضلاً عن الرسالة المصورة عبر يوتيوب وإنستجرام فشاركونا أسباب صحية وأخرى تتعلق بالحمية الغذائية أو اختيارات بعض ممن ينضون في إطار جمعية الرفق بالحيوان جميعها عوامل مشتركة تجمع بينما نختار العيش على نظام غذائي نباتي لا يتناولون فيه اللحم أبداً وصار هذا النمط الغذائي أسلوب حياة يتبعه ملايين البشر حول العالم وصار لأصحابه جمعيات خاصة كما افتتحت الكثير من المطاعم التي لا تقدم سوى هذا الطعام في حلقة اليوم من ساعة صباح سنحاول التعرف على هذا النوع من النظم الغذائية وما إذا كان يمكن أن يصمد كنظام غذائي صحي متكامل كذلك سنحاول التعرف على ما إذا كانت هناك حالات يصبح الطعام النباتي فيها فرضاً لاختياراً لكن دعونا نتعرف في البداية على تجربة افتتاح أول مطعم نباتي بشكل كامل في العاصمة القطرية الدوحة فلنتابع أنا حاول أشجع الناس على هذا لأنني حصلت الفرق لي أنا يعني من الطاقة من النشاط اللي يومياً من الديجسشن عندي للهضم طريقة سهلة تنوع الغذاء الفايتمز المعادن الحمد لله اليوم يعني أنا أحس فيني طاقة كبيرة بسبة الأكل لأنا أكلها وما بغيت أخلي الشيء لنفسي أنا أحاول أن أنا أنشر هذا الموضوع أحاول حقاً تسليط الضوء على أنواع مختلفة من الخضروات لكنني أحاول في نفس الوقت أن أنقل النكهات العالمية من جميع أنحاء العالم التي عرفتها من رحلات مختلفة بطرق إبداعية منتعة لدينا فطائر مصنوعة من الشمندر والأجبان المصنوعة من المكسرات المخمرة مثل الكاجو واللوز في كثير من الحالات هناك الكثير من العناصر المألوفة مثل الجبن أو الفطائر لكنها مصنوعة بطريقة مختلفة نحن نصنع المعكرونة من القرع والجزر وأشياء من هذا القبيل اليوم أنا ما أقول حق الناس لازم نكونوا نباتين لكن أنا أقول حق الناس اليوم لازم نكون ناس أكثر وعي وين الأكل قاعد يجيب اليوم هل الأكل قاعد يجي من الباكتج من العلبة أو قاعد يجي من الأرض فهذا الكونسبت اليوم هو تشجيع للناس أن يبدون يفكرون الأكل اليوم وين يجي ويبدون يعرقون طعم الأكل الصجي شلون لأننا بدأنا نفقد حاسية تتذوق عندنا صار عندنا كل شي يشبه بعضها من كثرة الدهون والسكر والملح اللي بنحط في الأكل صار حاسية تتذوق عندنا مش هي الطبيعية طراح الفكرة حلوة يعني شي جديد وأكل يعني أكل صحي يعني فأنا جيت عشان أجرب فهي أول مرة لي يعني فالأكل ما شاء الله يعني ويت جديد عند لك المباركة ممكن يغير الفكرة شوي ممكن نزيد الحين ناكل صحي أكتر خضروات أكتر يعني فواكه أكتر صعب شي بالدوحة أنه تلاقي فيغان فود دائما بديك تسألي دائما بديك تسأله دائما بدي يسأله الشاف وتزت ميراف فهون كتير سهل وغير إنه سهل دائما بديك تسأله كتير طيب لذلك إنه سهل يأتي في دوحة للحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور خالد المقدم استشاري علوم الأغذية أهلا بك دكتور خالد كما نوه مشاهدينا الكرام لأننا نتلقى مشاركتكم واسئلتكم عبر أرقام الهاتف لتظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة المباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر دعنا في البداية دكتور خالد نعرف ما هو النظام الغذائي النباتي النظام الغذائي النباتي هو نظام بيعتمد على المجموعات الغذائية ذات المصدر النباتي فقط ودون الاعتماد على المصدر الحيواني بالنسبة للنظام الغذائي النباتي فيه أنواع من النظام الغذائي فيه نظام غذائي بيعتمد على الألبان يعني بياخد النظام النباتي مع جزء خاص بالألبان ده احنا منسميه لكتوفيجيتاريان اللي هو نظام غذائي بيعتمد على النباتات أو على الغذية النباتية مع الاعتماد مع سماح بالألبان بس مجموعة الألبان الألبان اللبن والحليب والحليب وكل المنتجات الألبان والجمع في النظام الثاني اللي هو النظام الغذائي الخاص اللي بيعتمد على المصادر النباتية ومعها بياخد البيت بس فبنسميه أوفو فيجيتاريان اللي هو النظام الغذائي اللي بيعتمد على الأغذية النباتية ومعها بياخد البيت ايا كان شكل البيت ايا كان شكل البيت بكمية المنتجات أو حتى لو فيه منتجات داخل فيها بيض بودر أو أي لذلك بيبقى فيها بيوس مسموح بيها فيه نظام تاني اسمه لكتوفو فيجيتاريان اللي هو بيعتمد على الألبان والبيت ببداخل معها مع البرنامج الغذائي فيه نظام غذائي يعتبر البرنامج التالي البرنامج الرابع وهو بيعتمد على الأغذية النباتية ومعها الأسماك ودية بتبقى موجودة جدا موجودة عند النباتيين وخصوصا في بعض العقائد الدينية بيعتمدوا على يدخلوا الأسماك مع المنتجات النباتية فيه نظام غذائي تاني اسمه بيور فيجيتاريان اللي هو لا يعتمد على بلابيض ولا سمك ولا ألبان ولا أي حاجة تانية فقط نباتي بلسبة 100% وده اللي هو بيبقى فيه محاذير كتير جدا ولازم نتكلم عليها بشكل كبير اللي هو البيور فيجيتاريان اللي هو النظام الغذائي النباتي الصافي اللي هو الخالي من أي تدخلات غذائية مع مجموعات حيوانية أخرى كل هذه الأشكال مجتمع على عدم الاختراب من المنتجات الحيوانية الحيوانية دول خمس أنواع بيتم فيهم الاعتماد الأساسي على المنتجات النباتية بالإضافة إلى جزء أو بدون حاجات حيوانية ولكن جميع البرامج النباتية مجمعة تماما تماما على البعد عن الدجاج واللحم طيب ده خلينا نسأل حضرتك هل بالفعل التناول الدجاج واللحوم الحيوانية المختلفة بكل أنواعها هل بالفعل تمثل ضرر على الإنسان؟ دي معلومة مهمة جدا المنتجات النباتية الفرق في الموضوع كله كقيمة غذائية نحن نتكلم على القيمة الغذائية والنواحي الغذائية بنتكلم عليها من ناحية مهمة جدا وهي أن المنتجات الحيوانية زي اللحوم والدواجن بيتحتوي على حاجة مهمة جدا اللي اسمها الأحماض الأمينية الأساسية الأحماض الأمينية الأساسية دول عشرين حمضة أمينية صعب جدا أنهم يكونوا مجتمعين في وجبة غذائية من الوجبات الغذائية ماشي؟ فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بناعتمد عليه فلازم ناخد في الاعتبار أن اللحوم والدواجن دي بتكون مهمة جدا أنه لازم تكون موجودة في النصام الغذائية طيب دكتور معنا اتصال نذكركم مشاهدين أنه يمكنكم تواصل معنا عبر القام لا يتظهر أسفل الشاشة ونضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد من السعودية فضل أستاذ محمد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي عندنا البقر والغنم مضروبة الآن المزارع مضروبة لأن بعضهم ما فيه مختبرات ولا بندية ولا يرحون ولا يجرون كما سألت رئيس بندية ونفسودين قال والله يا أخي منعونا ما نخلو نفتش الغنم والبقر لأنها مضروبة بعضها منوثة واللحوم مع فيه وأبراد كلها والبرست ما يغيرون الزهد ويغلونه هذه الأمراض يا أخي أعطوا بالشكوم والشكام والرؤساء والمسؤولية في دمتهم وأمانتهم بتفتيش على المزارع وعلى المطالب وهذه أمانة فيها أناقب وشكرا والسلام عليكم شكرا لك أسو محمد شكرا جزيلا ربما نقطة أسو محمد أهمة فكرة عدم الأمان من تناول اللحوم فكرة أن هناك مساحة تلوث لكن دعنا في النقطة الأولى أن هناك أحماض أمينية أساسية أساسية الأحماض الأمينية الأساسية دي تبقى مجتمعة في وجبة غزائية وأنا مثلا بأكل مثلا منتجات نباتية ما بتبقاش مجتمعة كلها مع بعضها مثلا لكن لو أنا خلط يعني فيه علاج للموضوع إنه لو أنا خلط الحبوب مع البقليات مع بعضيهم أنا بأخذ وجبة غزائية كاملة تلعى الأحماض الأمينية الأساسية فيها كل الأحماض الأمينية الأساسية لكن المشكلة أنه إيه اللي فيه بعض النباتين ما بينوعوش عدم التنوع في البرنامج الغزائي النباتي ده أخطر حاجة فيه ليجب التنوع ويجب أن الوجبة الواحدة تحتوى على أكثر من صون أنا سؤالي في موضوع اللحوم أنا جاي في حدث بعكس اللحوم اللحوم لو أنا أكلت وجبة لحمة بس فقط لغير أنا أخذت كل العناصر الغزائية يعني التنوع في المنتجات اللحوم أي أنت نوع النحوم أي أنت نوع النحوم بعكس ده فلا ممكن لو أنا أكلت قطعة لحمة استيك أو قطعة دجاج أنا أخذت كل العناصر الغزائية الأحماض الأمينية الأساسية من القطعة دي لكن في المنتجات النباتية لا يكفي صنف واحد لابد من تنوع وخصوصا خلط الحبوب مع البقليات في الوجبة الغزائية عشان تعتبر الوجبة وجبة كاملة كاملة العناصر الغذائية يبقى الجزء المفعلق باللحوم جزء إيجابي إنه هو فكرة أنه فيه كل الأحماض آه بالزبط كده دي رقم واحد رقم اثنين الامتصاص الأحماض الأمنية وامتصاص الحديد في المنتجات الحيوانية بالنسبة للجسم الإنسان بيكون أعلى من معدل الامتصاص من النسبة للنباتات بالنسبة للدبات فبالتالي المصادر النباتية نسبة الامتصاص فيها بتكون أقل من المصادر الحيوانية وديه يعتبر من ميزة تانية برضو كمان لكن بالنسبة للحاجات اللي هي الضر اللي احنا عملها زي تفضل المتصل حاليا دلوقتي اللي هي الخاصة بالحب الميكروبي أو التلقوس أو الأمراض اللي هي موجودة والبددان الشرطية والزاتينيا سيستودا وتينيا جاتيناتا وكل دي تفايليات بيتيبوا موجودة في الأغنام وموجودة في الأبقار دي بتيبوا موجودة جدا دي لازم أن يكون في تفتيش ولازم أن يكون في مراجعة بيطرية لأثناء عملية المجازر والتصريح للحوم ومالذلك للفحص عشان ما يكونش فيه لازددان التفايلية وفيه بعض الأمراض البيروسية بعض الأمراض البكتيرية التي بيوجودة في اللحوم دي أخطر حاجة بيتهدد اللحبة بالتالي لازم أن نكون أمينين من المصدر بتاع اللحمة نفسه لكن بشكل عام لو إحنا عابرنا نتكلم أن إحنا لو إحنا تجنبنا اللحم هل ممكن نعيش؟ آه ممكن نعيش مفيش مشكلة بس ده يتطلب بيننا أن إحنا نكون فهمي للبرنامج الغذائي النباتي اللي هو لازم أن يكون متنوع على أساس أن أنا أقدر أخد كل العناصر الغذائي طيب السؤال أيضا ربما يرتبط بموضوع الألبان حبك قلت أن هناك أكثر من نوع في الحمية النباتية هناك من يرتبط بالألبان بتناول الألبان ومن يمتنع عن الألبان بالضبط طيب المعدل فيه؟ آه هي النقطة في حاجة واحدة بس لما يأخذ منتجات الألبان ده بيكون كويس لأن في حاجة مهمة في حاجة اسمها التريبتوفان تريبتوفان دي فييتامين بي تو فييتامين بي تو ده من ضمن الفيتامينات اللي بيحصل لها نقص لأثناء اللي بالنسبة للنباتيين بالنسبة للأشخاص اللي بيأخذوا منتجات الألبان دول بيحمي نفسهم من نقص التريبتوفان اللي هو فييتامين بي تو وخصوصا كمان فييتامين بي تويلف فبالتالي احنا بنقدر نحميهم من النومة يختلطوا أو ممكن نحميهم من المشكلة دي لكن في حاجة مهمة جدا فيه مصادر بديلة للألبان آه فيه مصادر بديلة للألبان زي لبن فول الصوية زي لبن اللوز زي لبن الجوز كل دي ألبان ممكن تستخدم ممكن مثلا واحد عايز يفتر الصبح بيأخذ كورنفليكسي مع لبن لا ممكن يأخذ كورنفليكسي مع لبن فول الصوية ممكن يأخذ كورنفليكسي مع لبن اللوز ممكن يأخذ كورنفليكسي مع لبن اللوز أي حاجة من الحاجات دي ممكن تتاخذ معها ويعتبر نباتي كي يعتبر بديل اللبن وفي نفس الوقت يعتبر مدعم وكويس جدا لكن هناك شيئا مهمة جدا أن هناك شيئا مهمة خاصة بالحديد الناس الذين تعتمد على الألبان لا تعتبر مصدر من مصدر الحديد فبالتالي يجب أن يأخذ مصدر من مصدر الحديد هناك شيئا مهمة جدا بالنسبة للأشخاص هناك بعض الناس يحاول من النمط الغذائي العادي لنمط غذائي نباتي نحن نقول له لا تحول مباشرة مثلا يأخذ حبه نباتي خلاص خط قرار أنه يبقى نباتي هذا أكبر غلط ويحصل لها مضاعفات كثيرة جدا ينسك مجموعة مجموعة أول حاجة يبعد عن مجموعة واحدة طب قبل القرار ده أمتى الإنسان يقرر أنه يتحول لنباتي يعني أمتى الموضوع يتحول من فكرة الاختيار أنه لازما الشخص ده لا ينسبه أي أنظمة إلا النظام النباتي متعلقة بحالته الصحية بالزبط كده ده مسؤول جميل جدا في بعض الناس يبعندهم زيادة في الكوليسترول زيادة في الدول في الـ LDL زيادة في الـ VLDL ويحن نسميه دايما الدكتور حتى بيقول أنت عندك زيادة في الكوليسترول الضار الكوليسترول الضار لا ما بيزيد في هذه الحالة الأشخاص دي لازم تتجنب اللحوم أو تقالل من اللحوم على قد ما تدرب في هذه الحالة أنسب برنامج غزائي للأشخاص دولت هو البرنامج النباتي يعني أنا عندنا حالة كانت عندها نسبة الكوليسترول العالية فقط ماشيت على برنامج نباتي لمدة شهر لازل الكوليسترول عندها بشكل مريح جدا ممتاز ليبقى لأنه البيضة الواحدة فيها أكثر من 223 ميلي جرام كوليسترول احتياجات الجسم البشري في اليوم الواحد 200 ميلي جرام كوليسترول فيعني لو تخذ نفسك لو أنت أخذي ثلاث بيضات لازم أن يكون جسمك عنده قدرة أن يكسر الكوليسترول ده فبالتالي لو الشخص ده عنده زيادة في الكوليسترول أساسا وأخذ منتجاتنا بأحيوانية حتزود عنده الكوليسترول أكتر فتخال بقى لو هو وقف المصادر ديه حيبتدي الجسم يكسر الزيادة اللي عنده في الدم فهيبتدي الدنيا حتختلف معه هل كل إنسان معرض للزيادة في الكوليسترول؟ النظام النباتي هو حل ديه؟ بالزبط كده فيه عندنا نوعين من الزيادة في الكوليسترول فيه زيادة غذائية يعني شخص بيفرض في الأكل اللي هو غني بالكوليسترول ماشي فبالتالي بيرفع عنده الكوليسترول في الدم فيه الزيادة الثانية زيادة خاصة وراسية يعني خاصة بالجينات الوراسية بس لو أحد يقولك إيه هو تلاقيه رفيع وتلاقيه عنده الكوليسترول عنده عالي إيه ده؟ نجي نراجع الفاميلي هسترول بتاعه والتاريخ العالي اللي لا إنه أساساً أساساً العيلة عنده كلهم عندهم كوليسترول فبالتالي الناحية الجينية للجسم عنده البشري ما بتقداش يتكسر الكوليسترول بالشكل الطبيعي فبالتالي ده الناحية الجينية فبالتالي ده معيه حيساعد النظام النباتي مع الأدوية في إنه يتحكم في الكوليسترول لكن مش حيبقى البرنامج النباتي يحل ليه لكن لما يكون شخص مثلاً نمط الغذائي بتاعه عالي الكوليسترول لما يمشي على برنامج نباتي حيكيب نتيجة سريعة وممتازة جداً جداً طيب دكتور يعني هنا كمان يقول أن النظام النباتي يحمي من الإصابة بالسرطانات بالزبط كده في حاجة مهمة جداً في الأغذية النباتية يعني الأغذية النباتية بتكون غنية في مضادات الأكسادة مضادات الأكسادة دي بتبقى عالية جداً في الأغذية النباتية وقليلة في الأغذية الحيوانية الخلايا السرطانية يعني بزبط كده اللي هو القاتل بتاعها هو مضادات الأكساد فهتلاقي مثلاً الملفوف هتلاقي مثلاً كل المجمع البساط تلاقي التوم تلاقي البقليات تلاقي الحبوب كل دي تغنية بالمضادات الأكساد المضادات الأكسادية قاتلة للخلايا السرطانية فبالتالي بتعمل تقليل الإصابة بخطر السرطان بشكل كبير جداً كمان من ضمن الحاجات بتاعتها انها بتكون مفيدة جدا في حماية الجهاز المناعة للجسم كمان بتبقى مفيدة جدا كمان في انها بترفع من نسبة معدل حرق الدهون في الجسم وبالتالي بتقلل تراكم الدهون وخصوصا الدهون السلسية في داخل الجسم في حاجة تانية مهمة جدا خاصة بموضوع السرطان ان اللحوم بيبقى يعني كان فيه دراسة كانت معمولة على اشخاص بتناولوا اللحوم واشخاص بتناولوا النظام النباتي ولو ان نسبة التعرض والرزق العالي للإصابة بالسرطان عند متناول اللحوم اعلى من النظام النباتي حتى احنا كان فيه حلقة كنا عملناها عن برنامج منظمة WHO هي منظمة الصحة العالمية وهي بتحذر من تناول اللحوم اكثر او الافراط في اللحوم المصنعة لان اللحوم المصنعة بتكون مصدر عالي جدا لإصابة بالامراض السرطانية وهي ده كان تصريح منظمة الصحة العالمية فدي كان من ضمن الحاجات اللي هي بتخلي ان المصادر الحيوانية بيبقى رزق عالي جدا بالنسبة للاشخاص اللي عندهم تيومارس اللي عندهم اورام عندهم خلايا سرطانية فلازم ان يخلي بالهم انهم يقللوا من المصادر اللحوم وخصوصا اللحوم المصنعة طيب هنتوقف الان مع حنان كمال التي جربت نظام الطعام النباتي لعدة اشهر شعرت خلالها براحة كبيرة وتحسن في حالتها المزاجية والصحية وتقدم لنا اليوم احدى وصفات الطعام النباتي النهاردة انا بعملكم دي لازانيا اللي انتو عارفينها كلكم بسم غير لحمة وبالخضار وده بشامل نباتي بدقيق الاصمر ولبن جوز الهند نفرش طبق الاول بشامل وبعدين طبقه لازانيا انا مشوحها كوسه وبنجان من غير ديت البشامل شوية فيها نقطة ديت عشان دي ما يتحرقش طبقه لها طريقه اصلا تتعامل من غير ما يتحط فيها ديت البشامل ممكن اصلا من غير ما نحمر الدقيق نخلط كوبات لبن ده حليب جوز الهند انا عاملاه في البيت من بسحوق جوز الهند مضروف الخلاط مع مياه استخدمت حليب جوز الهند احنا ممكن نضرب دقيق نخلط دقيق الاصمر مع لبن جوز الهند عشان نحطل على بشامل نباتي ومن غير ما نتخدم فيه زيت ولا تمنع البشامل انا حطيت عليه شوية قرفة وشوية فلفل اصمر البشامل من اهم الحاجات اللي بتحط عليها هو الفلفل اصمر طاف الفرن يعني عشرة خمستاشر بيجيه على ملازانيا تستوي بنعمل السلطة السلطة مهمة جدا جدا لانه الخضروات اللي مش مستوية مهمة جدا للصحة مهمة لترتيب البشرة انزمات الخضار لما توصل الجسم مباشرة بدون ما تتعرض للنار او لاي عوامل تانية بتكون مفيدة جدا وعظيمة ومن اكتر الحاجات المفيدة للصحة الخضار يعني يفضل انه غسأتني يعني انه خمسين في المية من اكلك يبقى خضار سواء مطبوخ او طوزة زي ما عملنا اللازانيا بالخضار دخلنا فيها الخضار بدل اللحمة المفهومة الثلطة شربة ممكن دخل فيها الخضار باشكاله الخضار من نعم ربنا على الانسان ده الابوكادو انا هدوده النهاردة في الثلطة بتاعتي اناك كثير بيقولوا انهم مش بيعرفوا اشتريه الابوكادو او بيطلع ناشف او كده الابوكادو مهم لما بتشتريه لو هتشتريه دايريكتو هتتخدمه النهاردة يعني لدي تشتريه هو لما تنسكه يبقى طري شوية بس كمان مش تري قوي وما يبقاش ناشف لو اشتريه ناشف تسيبه في البيت عندك يومين هيبتوي ووقتها هتلاقي طعمه لطيف مش ناشف ومش مر داي الاول بيبقى طعمه شوية داي الزبدة انا شخصيا بستخدمه بديل للمواد الدهنية لان هو كمان في دهون مفيدة جدا مان حلوة قوي كدب ممكن تعملو زي غموس مع اكلات مقرمشة شوية يعني ممكن الارنبيت مسلا بنعملو مشوي في الفرن نفس الارنبيت بتاعنا دا نتلقوه بنعملو نفس التبديلة بس نحطو في الفرن او في الانتف رايع سانا تجنب التحمير نحطها في الكلاجة شوية بشوت التانية اللازانية مع صلطة الابوكادو ده ممكن يكون اول فطر ممكن تدوده عليه شربة خضار ممكن تدوده عليه شربة شربة الحريرة ممكن تدوده عليه شربة مشروم ممكن تدوده عليه شربة الشفان طبعا كان هذا تقرير لزماليتنا حنان كمال طبعا الكلام عن الاكل بيجري الرئي طبعا طبعا الحديث عن النباتي ربما السؤال اللي كان ممكن نبدأ به الحلقة هو جات من اين فكرة النظام النباتي بالضبط الفكرة اساسا الغذاء البشري بتاعنا هو غذاء نباتي يعني من المنة والسلو من بداية الخليقة وهو اساسا غذاء نباتي بدأت السلسلة الغذائية بتاعت الانسان تتطور فبدأ يدخل الاسماك ببدأ يدخل اللحوم الأبقار بدأ يدخل اللحم الماز العغنام ببدأت الامور تتطور الى وسط للحوم المصنعة ودخلت بعد كده في التكونات الخاصة بالتصنيع الغذائي وما لازاله فكل ما يرى بيتتطور التصنيع الغذائي بيتطور لكن في حاجة مهمة جدا كلاما تطور التصنيع الغذائي في مجال اللحوم والأسماء أو في الجامل اللحوم والأسماك والدواجن كلاما تطور معه العواقب الخاصة بالامراض السلطانية وما لازاله فعشان كده نكون حازرين جدا أي لحوم مصنعة لازم مقتلاء أمثلة على لحوم مصنعة مثل اللحم المفهوم مثل المحلبات اللحوم مثل مش عايزة أذكر أسماء الشركات لكن لا بشكل لانشون مثلا مثل لانشون مثل البلو بيف زي الصدق كل دي لحوم مصنعة لازم أن يكون حازرين منها جدا جدا كمان في حاجة مهمة جدا الألبان الألبان لو احنا تناوناها بالشكل العادي مفيش مشكلة لكن الألبان المطبوخة الألبان المطبوخة بدي خطرة جدا لان احنا تناونا منها كمية كبيرة زي مثلا الجبن الشيدر جبن الفلمانك جبن كل أنواع الجبن السفرة والجبن المطبوخة والكرافت والحاجات دي كلها لازم أن يكون حازرين لان ليه بقى؟ لان نسبة الساتيوريت فاتي أسيدس عالية فيها نسبة الدون المشابعة الدون المشابعة ديت لما الجسم بيتعامل معها دايما بيحاولها الكوليسترول وبتعمل إصارة للخلايا السرطانية داخل الجسم وبتعمل مشاكل كتيرة جدا لكن اللي بيكافح بقى الخلايا السرطانية ديت المضادة الأجسادة لانها بتكافح الشقوق الحرة اللي هي الـ free radicals اللي موجودة في الدم اللي دي موجودة فين؟ موجودة في الأغذية النباتية فبالتالي ده بيريح الجسم أكتر بيعمل إنعاش للجسم أساسا بعد أكلمه عشان كده دايما لو إحنا هناخد أغذية حيوانية لازم ندخل معها أغذية نباتية عشان نتقلل من الضرر بتاعها ماشي؟ طيب أذكر في موضوع النظام النباتي في صورة متخيلة عند كثير من الناس إن اللي بيتبع النظام النباتي بيكون شاحب الوجه بيكون بيصل لحالة ضعف أيضا فكرة اللي بيتعامل مع النظام النباتي المتعلق بعدم دخول الألبان بيقى فيه خوف على فكرة العظام فهل الصورة دي صورة حقيقية؟ بالضبط النقطة إن في بعض الناس بيتبعوا البرنامج النباتي بدون دراية وبدون دراسة فبيحصل إنه بيعندهم مضاعفات فدول اللي بيسيقوا للبرنامج لكن بشكل عام البرنامج الغذائي النباتي بيكون فيه بعض المشاكل اللي هما الناس اللي هي بتسيق استخدام النظام النغذائي النباتي من ضمن الحاجات المضاعفات اللي بتظهر عندهم بيكون عندهم نقص فيتامين بي 12 اللي هو يعتبر المصدر الأساسي بتاعه هو مصدر حيواني لكن ليها مصدر نحن ممكن ناخدها بتوفره لنا من ضمن الحاجات التانية اللي هو البي 12 اللي هو الريبو فلافين من ضمن الحاجات التالتة ودي من ضمن بعض أحماض الدهنية بيكون فيه فاقد فيها لكن احنا بنادر نعوضها من ضمن الحاجات التالتة وهي نقص الحديد عند بعض الناس دولت تكلم عن نقص الحديد لأنه مهمة لكن بعد هذا الاتصال لأساس كنان من ألمانيا صباح الخير باركنا فيك شكرا برنامج الحلوب بس عندي سؤال الدكتور سمح الدكتور أنا دكتور عندي تجربة تقريبا من 98 يعني تقريبا من 18 سنة أنا عندي تجربة أقوم بعملية صيام لمدة خمس شهور وأتوقف عن أكل اللحوم بكل أنواحها فقط أتحول إلى الفواكه والخضار والعصائر الطاسجة والتمور الحلويات أخذ التمر فيتم عملية نزول خلال ثلاثة شهور من 25 إلى 35 كيلو جرام بعد ثلاثة شهور لا أستطيع أن أبقى على هذا أرجع إلى الطعام الطبيعي بعد ثلاثة شهور أستعيد الـ 35 كيلو جرام أنا بغاني 18 سنة على هذا الحال لأنه هناك خطر وأكثر من تناول خل التفاع أستخدمه بكثرة كمان لأنه هناك خطر أو شيء من هذا شكرا للجزيرة شكرا لك سؤال مهمة سؤال كنان يعني هو يعرك بين النباتي وبين الحيواني فيه حاجة مهمة جدا هو لو مش على النظام النباتي لازم أن يعمل حاجة بسيطة جدا وده اللي احنا بننصح بها أي شخص قبل ما يخش على البرنامج الغذائي النباتي أنه هو بيعمل تحليل دم لأربع حاجات لفيتامين بي 12 وفيتامين دي والحديد في الجسم وده من الحديد والكولسترول مهمة جدا بالأربع حاجات دولت لازم أن يعمل تحليل دم عليهم عشان يشاكل لو هو عمده ناصف الحديد قبل ما يبدأ البرنامج يعني هو بالنسبة له هو بيقول أنه أنا عايز يعني بابا كده شوية وبعدين بيحول ويرجع بالزبط كده فأنا بقول له قبل ما تبدأ في البرنامج النباتي يدوبك شاك شاك بس حاول تأخذ مصدر حيواني ممكن تأخذ مثلا الأسماك ممكن تأخذ بيض يعني لكتوفيجيتاريان أو أوفوفيجيتاريان ممكن تأخذ بيض مع النظام الغذائي النباتي بس ده حيفيدة جدا فيه الحاجة مهمة جدا لو عندك ناصف حيطة من بي 12 ممكن تأخذ مثلا الألبان يبقى أنت لكتوفيجيتاريان تكون لكتوفيجيتاريان يعني على أساس التحليل ده احنا بنحدد نوع البرنامج النباتي اللي هو ممكن يمشي عليه طب فكرة أنه خمس شهور نباتي وبعد ذلك ده في خطورة عليها لا 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 بالعكس احنا دايما دايما بنفضل بنقول للناس ما تمشيش طول حياتك نباتي حاول أنك تدخل منتجات حيوانية على فترات متقاربة يعني مثلا ممكن مثلا كل ست شهور كل خمس شهور كل أربع شهور تدخل مثلا تتحول من نباتي صافي إلى نباتي مثلا بيض إلى نباتي لبن إلى نباتي مثلا مختلط أو نباتي صافي شهر كده يعني لكن ما تمشيش طول فترتك على نظام نباتي بيور فقط نعم عزيزي مشهدين فاصل قصير ثم نعود لإستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتفضلوا بالبقاء معنا نتوقف الآن مع تعليقات متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقل إلينا زميلي عمر فيض شكرا لك مجهد إذن طرحنا سؤال على الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا النظام الغذائي المتعلق فقط بالأطعمة النباتية هل هناك تجارب في هذا الموضوع وهل يعتبرونه أنه أسلوب للحياة أم مجرد لايفستايل أم ماذا رصدنا عدة تعليقات نبدأ باستعراضها وأول هذه التعليقات لإيمان تقول هو نمط حياة من وجهة نظرها التغريدة التالية تقول فيها المهرة أسلوب حياة والبعض ديانات أكلهم نباتي 100% هناك أيضا ربما جانب ديني لدى البعض أما هذا المشارك فيقول أكيد أفضل من أي نظام آخر يفضله إذن وهذا التعليق يقول في ديانات قومها لا يأكلون اللحم وفيه اللي ما يحب اللحم وفيه اللي عامل كولوا ما يأكل لحم بس آخر الليل يفتح التلاجة وما حتشايفه كل واحد ومرضه النفس ندب إلى تعليق آخر لهذا المشارك يقول معتقدات لأن الله جل وعلا أو جعل كل أطعام حلال إلا ما حرم وفي النهاية من لا يفضل اللحوم أو يكتفي فقط بالنباتات هي معتقد ذاتي يخصه هو إذن إيمان أول المشاركات تقول هو نمط حياة أكتفي بهذا القادر وأعود مرة أخرى لزمين مجال شكرا لك عمر فيراد وشكرا لمعالقين بالأخص الشخص اللي بالليل بيفتح التلاجة وكله هو عايزه طيب دكتور هناك من يتهم النباتيين أنهم مضطرفين يعني اللحم موجود وممكن يأكل بقدر قليل لكنه يتطرف ويتشدد على نفسه بما لا ينبغي وفي حاجة مهمة جدا أن تكون عالفينها وفي العقيدة الدينية وخصوصا في الهند وبعض الطواف الدينية زي الأرزوكسيين بيكون فيه صيام عندهم أو فيه نمط حياة عندهم أنهم لا يقربوا اللحوم الحمراء بشكل كامل ولكن بيكونوا في بعضهم بيور فيجيتاريان بعضهم بيكون بالأنواع عليها الفيجيتاريان دي حاجة مفروضة عليهم فبالتالي هو ما عندهش اختيار دي حاجة جزء عامل بعض الأشخاص التانيين بيكون عندهم نفسهم بتجزع من اللحوم يعني بعض الناس بيبقوا مثلا متصورين خصوصا بعض الأطفال لما بيشوفوا مثلا الحيوانات ويبتزبح وما إلا ذلك بتجنهم حاجة نفسية شوية فتبص لأيوم ما بيقدرواش يأكلوا اللحوم ودية من قبلها في بعض الأوقات لما تكونوا الأمهات جاية في الاستشارة الغذائية بتتكلم ابنها ما بيقدرش يأكل اللحوم وما إلا ذلك فنيجي نسأله نقوله ليه بقوله أنا بشوف دم وحاجات زي كده فبيقدرش بيتخيل المنظر ده فبيقدرش يأكل اللحوم دي حاجة نفسية ودي بتمكن موجودة بشكل أساسي عند الأطفال بالذات في حاجة تانية خاصة بالمشكلة خاصة بالشخص نفسه ما يكون مثلا عامل عملية قص معدة وعملية العملية التخصيص وما إلا ذلك بعضهم ما بيقدرش يأكل اللحم ولو أخذ لحمة بيرجع ماشي فبالتالي دية مفروضة عليه برضو من ضمن الحاجات اللي هي ما بيقدرش يأكل اللحوم بسبب العملية القص وما إلا ذلك بتبقى مؤقتة يعني وبعضهم يعني بعض الأشخاص التانية بيكون عندهم مشكلة خاصة بالكوليسترول وما إلا ذلك فبالتالي هو مفروض عليه أنه يملهوش يعني نوي وخصوصا مرضى الكبد اللي بيكون مطلوب منه منه يقلله البروتين ويمنعه للبروتين الحيواني فبالتالي مفروض عليه أنه يأكل برنامج زي نباتي مرضى الكلا بيكون البرنامج الغزائي النباتي أفضل لهم من البرنامج الغزائي الحيواني عشان بيرفع نسبة اليوريا بتتفع يعني المصادر الحيوانية بترفع نسبة اليوريا أكتر من المصادر النباتية فبالتالي أفضل لهم أنه يأخذوا البرنامج الغزائي النباتي من البرنامج الغزائي اللي بيحتوى على اللحوم بعض الناس الرياضيين بالذات اللي بتوعخصهم بتوعك عمل الأجسام والبادي بيلدينج دول مقنوية لازم ياخدوا المصادر الحيوانية دي لازم ياخدوها بشكل كبير يعني لازم ياخدوها بس بيحصل مشاكل بعد كده إنه هم لو ما استمروش على البرنامج ده وقاللوا من نسبة اللحوم ما بيقدروش يحصلوا على البنية العضلية اللي هي بتبقى موجودة في الجسم من ضمن الحاجات اللي هي المهمة جدا لازم ناخدها في الاعتبار إن أنا عشان أبى برنامج غزائي نباتي لازم أعرف أنا رايح للبرنامج ده لإيه سبب فلازم يكون فيه مجموعة من أسباب خاصة مجموعة ممكن نحط حاجة جميلة جدا إيه هي الشروط أو المحاذير اللي يجب اتباعها لاتباع برنامج غزائي نباتي ممكن نحطها في مجموعة نقاط طيب ممكن نؤجل هذه النقاط بعد أن نشاهد هذا الفيديو يتحدث فيه عن الموضوع أن الخضروات تعتبر وجبة مطبوخة لكن حنانا كمان تنصحكم مجددا بتجربة عصير الخضروات عصير الخضروات مع عصانيات الباطس بالخضروات لتحصلوا على وشبة صحية وعصير يقي من كثير من الأمراض إلا حنان كمان اللي أنا بقلبه ده بصل وده كرفس أنا بحب الكرفس بشكل خاص لأنه كتير من الحاجات اللي بقراها بتقول أنه الكرفس يقي من السرطان وبيحارب خلايا السرطان في الجسم وعشان كده يمكن أنا بحطه في أغلب أكلي الأكلة اللي بعملها النهاردة هي عبارة عن تشكيلة خضار خضار مشكل أنا جبت مجمد عشان نوفر الوقت سلة وجذر وفاصولية الفاصولية كمان من أجمل الأكلات ليه بقى؟ لأنها مليانة بروتين ومليانة قيمة غذائية عالية جداً نوفر الوقت ثوراتها الحرارية قليلة قوي لو عدت تفكر كتير هتكتشف أنه الخضار هو اللي بيبطي طعم حلو للأكل وأن إحنا كانوا بيتقلنا أننا لازم ناكل لحمة علشان كمية البروتين أنا النهاردة ثلاث شهور ونص أكلتش لا لحمة ولا فراح مرة واحدة أكلت السماء ممكن كمان نحط المشروب المشروب بالمناسبة من الحاجات الجميلة جداً لأنه بيستخدم في أحيان كتير بديل اللحمة أولاً هو فيه بروتين كتير جداً ثانياً هو طعم حلو يعني إذا استخدمته بدل اللحمة المفرومة في كتير من الأكلات هيدي نفس الطعم إذا استخدمته مكان اللحمة في حد ذاتها هيدي برضو الطعم أنا بقطعه ده البنجر طبعاً تعرفين هو واحد من النباتات اللي بيستخلص منها السكر بالتالي هو مسكر بس ده السكر فقمته في صفورته الأولانية قبل ما يتكرر وقبل ما يتصنع وقبل ما يبقى حبة سكر قد كده معمولين من 20 كيلو بنجر فعمل فقر جداً البنجر ينفع يتعمل حاجات كتير قويه أول حاجة هو مهم جداً للي بيعانوا من الأنيميا أو عندهم احتمالات الأنيميا أو فقر الدم لأنه هو مقوي للدم جداً فلما نعمل العصير ده هتستفيد بإنه معادي بتعمل فاكهة وفايدة الخضروات وده الريد سموذي اللي أنا بحب أعمله وأبدأ بيومي كمان المواد اللي أنا حطيتها دي كلها 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 مضادة للأجسدة وبتنظف الجسم من السموم إحنا في يومنا بنتعرض لكثير من الحاجات اللي بتأذي الجسم فقد ما نقدر في أكلنا وده نقدر نتحكم فيه جداً أننا نذهب في تجاه الأكل الصحي أنا بنصح العصير ده أي حد ولاده عندهم أناميا يعني من فقر الدم عنده مشاكل أناميا بتجي لكثير من الأطفال لأنهم كمان ما بيأكلوش كويس ما بيأكلوش خريصين في أكلهم لو ديت ابنك أو بنتك كل يوم كوباية من العصير ده هتفرق جداً في الموضوع ده ده الخضار اللي إحنا عملناه فردته في طاج الفرن دي بطاطس مسلوقة ومهروسة عليها شوية فلفل أصمر يمكن تحط عليها شوية حليب نباتي وبتتفرد على وش الصينية دخلها الفرن دخلها الفرن بالهناء والشفاء بالهناء والشفاء بالطبع الدكتور فيه تعليقات كتير هو بصراحة بتطبخ حلوة هو بصراحة ماشي وبالنسبة للبرنامج الغزائي هو يبقى فقط بس فقط بتستعتمد على الخضروات المجففة الخضروات المجمدة وفيه تعليق صغير لأنه دايما الخضار المجمد هو نعم هو سريع وسهل وما إلى ذلك لكن بيبقى فيه حوالي فاقد من نسبة 20 إلى 30 في الميةeli من الفيتامينات الزائبة في الماء و عندنا إن نوعين من الفيتامينات الفيتامينات الزائبة في الماء وفيتامينات الزائبة وفيه الدهون بيبقى فيه فاقد حوالي من 20 إلى 30 و خصوصا فيتامين سيه يعتبر مقوّل لجهاز المناعة موجود في الجزر موجود وكُل الأنواع القضيات المجمدة بس بيبقى فيه فاقد بنسبة 30% أو 20% عن المعدد الطبيعي مع التجميد فبالتالي إحنا Company فكances كل ما كان الخضار فريش كل ما كانت نسبة القيمة الغذية بتاعته بيكون مكتملة أكتر نعم بالنسبة للديتوكسي دايت اللي هو العصير ممتاز جدا بس طبعا نحن بنعمله مرة أو مرتين في الأسبوع بكتير قوي ما نكترش منه كتير يعني يوم يوم من أول أخو عصير وقت بيسمحنا ديتوكسي دايت وليه أنواع كتيرة جدا فيه ديتوكسي دايت بيعتمد على نسبة الأنزيسوركسين اللي هو زي البانجر بيعتمد ده مضاد أكسادها عالي جدا وده ممتاز جدا فيه ديتوكسي دايت اللي هو زي عصير برضو بيعتمد على الكاروتين بنسميه كاروتين ديتوكسي دايت اللي هو بيبغاني جدا زي بيكون الجزر عصير الجزر مع مجموعة خضروات بيكون مهمة جدا فيه بعض الغذية التانية بيحتوي على زي ما سأكون نخلط الخضروات مع الفكهة وليأكل مثلا خضروات غنية بفيتامين سي زي مثلا الفلفل الرومي اللي هو الفلفل الأغدر والأصفر والأحمر دي بتكون أغنى أنواع الخضروات في فيتامين سي هي الفلفل تعتبر ممتازة جدا وبالتالي بتكون مقاوية للمناع احنا دايما بنوصي دايما دايما النباتيين أنهما يكسروا من الفلفل دايما في كل الوجبات بتاعتهم وخصوصا في فصل الشتاء ليه؟ لأنه بيرفع من نسبة فيتامين سي وفيتامين سي لما بيرتفع بيرفع مع الجهاز المناع طيب دكتور لو تحدثنا عن فكرة الأطفال هل ممكن الأطفال يتحولوا إلى نباتين؟ تمام أم الأمر يبقى فيه ضرر على صحيته؟ بالزبط إحنا فيه عندنا أطفال بيبقوا عندهم ميول طبيعية من الصغر أنهما يبعدوا عن أي حاجة نباتية عن أي حاجة حيوانية دي ميول دايما حتى لو إحنا مهما عملنا إحنا ما بنقدرش نحكم عليهم أنهما يبقوا يكلوا مثلا بيض يكلوا لحوم يكلوا دجاج ما بنقدرش فإبقى خلاص يعني هو ده بيعتبر النمط يعني خلاص النمط بتاعه اتفرض عليه من هو صغير ورغبة الطفل نوعا مش عايزهم؟ بالزبط ما بيقدرش ما بيقدرش أكل لحوم ولا بيقدر أكل دجاج ولا حاجة ودي خلاص حاجة نفسيا عنده ففي هذه الحالة الأطفال من هذا النوع لازم أن احنا نكسر من البدايل بتاعتهم مثلا ممكن ناخد مثلا لبن فول الصوية ليه لأنهما بيبقوا في مرحلة نموه فبالتالي محتاجين مصادر بروتينية بكمية أعلى مني أنا كشخص مثلا للبلغين عموما فبالتالي لازم أن نكون حذرين دايما لو أنا عندي أطفال هما نباتيين بطبعهم أو اتفرض عليهم نفسيا أن هما يبقوا نباتيين فهذه الحالة لازم أن أهم عنصر أخلي بالي منه هو البروتين ثاني حاجة الكالسيوم وفيتامين دي فيتامين دي هو إعتبر من الفيتامينات الزائبة في الدهون فبالتالي لو أنا بعت عن اللحوم يبقى لازم أن أدور على مصادر نباتية فيها نسبة فيتامين دي مثلا زيت الزيتون في فيتامين دي مثلا اللوز والبندق والفوزدو لازم أن نديهم للأطفال على اساس أنهم بيع فيهم نسبة من الكالسيوم وفيهم وفيتامين دي وتعرضهم للشمس فبالتالي نقدر نعوض الفقد الذي حصل معهم في حاجة مهمة جدا بعض أولياء الأمور أو بعض الأمهات بتفرض على أولاتها أنهم يكونوا نباتيين فبتمنعهم من تناول اللحوم وما إلى ذلك لنتيجة الوجود في سمنة مفرطة عندهم وده الخطأ لابن إحنا لازم أن نخده بشكل مدروس لأن الطفل ينمو وفي نفس الوقت هو عنده زيادة في الدهون فلازم أن نفرق ما بين الزيادة في الدهون ونسبة البروتين اللي هو المفروض أنه يأخد فبنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها نوعية البروتين تكون قليلة الدهون يعني إحنا بنخلي البروتين بدلاً ما يأخدوا لحوم دسمة لأ بيأخدوا لحوم لين لين ميت اللي هو اللحوم نسبة الدهون فيها مخافضة على قد منظر وبالنوع ده عن طريق أن إحنا بنديرهم مكملات غذائية خاصة بالأغذية نفسها يعني لو أم عندها طفل عنده زيادة في الوزن ما تلجأش للنظام النباتي ما تلجأش للنظام النباتي لأنه طفل عايز محتاج نمو فمحتاج بروتين ماشي لكن بنعمل الموضوع ده عن طريق خاصة التغذية بيقدر يحدد البرنامج الغذائي المناسب بيحدد نسبة البروتين إيه هي وبيحدد في نفس الوقت نفس الوقت النوع البروتيني المناسب اللي هو ممكن يعطيه طيب دكتور لو تحدثنا عن النظام النباتي يعني لو قلنا أن في حد دلوقتي قرر أنه يقوم بعمل النظام النباتي هل يحتاج الأمر إلى أخصائي ومتابعة أما ممكن ببعض المعلومات المحددات ممكن أن يسيرها نحن قبل الفاصل كنا نتكلم على إيه هي الخطوات اللي لازم نتباهها عساس أننا أكون ماشى على النظام النباتي الخطوات هي كلاتي ورقب واحد لازم أن الشخص يكون ملاجع مع أخصائي التغذية لازم أن يلاجع معه حاجة اسمها نيتوريشن أسيسمينت يعني حاجة اسمها تقييم غذائي للحالة لنفسه لازم يتعمل له تقييم غذائي ومن خلال التقييم الغذائي بنقدر نحدد عن طريق التحليل والمختبئة والتحليل المعملية الرجل ده عنده مشكلة مثلا صحية عنده مشكلة علف نقص حديد عنده مشكلة أنيميا عنده مشكلة بيتولف قليل عنده 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 والحاجات دي لازم تتعمل في التقييم اللي بيعمله أخصائي التغذية بالاستعانة طبعا مع الطبيب عشان لو في مشكلة بيكتبه الأدوية أو المكملات التغذية رقم اثنين لو الشخص عنده نقص في حاجة من الأصناف المشكلة يعني مثلا واحدة عندها أنيميا وعازة تمشي على البرنامج نباتي لا ما تمشيش على برنامج نباتي إلا لما تتابع مع قصائي التغذية وتأخذ حاجة اسمها مكملات غذائية تكون غنية بالحديد ليه؟ لأنها لو اعتمدت على المصادر النباتية في أنها توفي احتياجاتها اليومية من الحديد هي مش هتقدر ليه؟ لأن ديت هتحتاج أكتر من الانتيج من الريكوائرمنت انتيج أكتر من المفروض أنها تأخذه فبالتالي لازم أن تأخذ مكمل غذائي مع تحت إيشاف الطبيب عشان خاطر المكملات الغذائية ديت عشان تعود النص المجون رقم ثلاثة لو الشخص نفسه عايز يبدأ في الناحية النباتية لازم أن يكون عارف أنه نوع النظام النباتي لأنه فيه عنوان زي ما احنا هنا فيه خمس أنواع من النظام النباتي فلازم أن يختار النوع المناسب ليه بناء على احتياجات الجسم بتاعته فبالتالي الموضوع مش رغب أنه يختار أي حاجة من الحاجات لوحدها رقم أربعة لازم أن الشخص لو حيمشي على البرنامج النباتي ما يمشيش أكثر من أربح شهور كل أربح شهور لازم أن يعمل تقييم يعني من مراجعة وتحليل ومختبرات عشان يقدر يعوض النقص اللي ممكن يحصل في الموضوع رقم خمسة وده يعتبر من الحاجات المهمة جدا لازم الشخص نفسه يراعي في عملية البرنامج النباتي أنه لازم يكون منوع بعض الأشخاص يأخذ مثلا بطاطس ويأخذ مثلا رز بس أو يأخذ بطاطس مثلا مطبوخة مع عيش أو خبز بس لازم ينوع ينوع وخصوصا مجموعة البقليات ومجموعة الحبوب لازم ينوع ما بينهم حساس أنه يأخذ برنامج غذائي كامل متكامل معه أشكرك دكتور خالد شكرا جزيلا جزيلا بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفينا الدكتور خالد المقدم الاستشار علوم الأغذية كما نشكركم مشاهدين على طب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا السلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة